فيديو لساعات طويلة قد تولد شعورا بالعدوانية لدى المراهقين الدراسة اعتمدت على مراقبة تغيرات دماغ المراهقين عند مشاهدة تلك المقاطع عنف واشتباكات وإطلاق نار هل يمكن أن تؤدي المشاهد العنيفة إلى سلوك عدواني في الواقع؟ الإجابة هي نعم هناك احتمال لحصول ذلك بحسب دراسة بريطانية خلصت إلى أن مشاهدة مقاطع عنف ليس فقط على شاشة التلفزيون وإنما في ألعاب الفيديو تجعل المراهقين يتصرفون بعدوانية المسألة ليست جديدة تماما فكثيرا ما أثارت مشاهد مقاطع العنف والحروب جدلا واسعا خاصة عندما يتعلق الأمر بتأثيرها على الأطفال ولكن مع تطور التكنولوجيا أصبح الأمر يتعلق أيضا بفئة عمرية أكبر وهي المراهقون الدراسة ركزت في هذه المرحلة على الأقل على كيفية تجاوب دماغ المراهقين مع هذا العنف وقامت على أساس متابعة مجموعة منهم لنحو ستين شريط فيديو تحمل مشاهد عنف قام الباحثون خلالها بمراقبة وظيفة الدماغ عبر الرنين المغناطيسية وقد ثبت أنه عند مشاهدة مقاطع عنف متوسطة وخفيفة فأن مشاعر المراهقين تكون أكثر تبلدا أما إذا تعرضوا إلى مشاهد عنف قاسية فأن هذه المشاعر تبلغ أقصها ومع مرور الوقت بدأت هذه المشاعر تتضاءل ولعل الكثيرين يذكرون اللعبة من هونت التي أثارت جدلا رغم أنها لم تكن متوفرة سوى لمن هم فوق السن الثامنة عشرة كتب على غلافها عنف وجنس ومخدرات ورغم أن كل هذا يجري في عالم غير واقعي فأن هذه اللعبة سحبت من الأسواق البريطانية ويرى الخبراء أن المشاهد العنيفة ومتبعتها لساعات طويلة قد تجعل المراهقين يتقبلون العنف أكثر على المدى الطويل لأن الجانب المسؤول عن المشاعر في الدماغ يصبح أكثر تبلدا مع مرور الوقت لكن خبراء آخرين يرون أن السلوك العدواني ما هو إلا نتاج مشاكل اجتماعية يتعرض لها المراهق وليس فقط ما يتأثر به الدماغ وفاء زيان بي بي سي